ترجمة نانسي قنقر ايوه ازاكها بادرة عامل ايه؟ نحمده خير شوفت خجوزك؟ ماله مش عارف عايهد في المنظر الجديمة ويطلح حاجات وورج قلت اقول لك عايهد فيها ليه؟ الله اعلم تلقاع يدور على ورق جديم او قال خلاص اللي ماشى مش راجع تاني فيلحق يحرق الورج ويكتب كل حاجة لعياله ماللي حيسيبه؟ عموما تشكر يا ابو ذكري معي الخدمة بالتعمي الحمده لله عنصر الوقت مهم لو كنا تأخرنا كان التعبان ممكن سم ويقضع عليه بس يبجعان الحمده لله وصل الدكتور يا مناع مع السلام حاضر يا عامل الحمده لله على سلامتك يا والدي الله يسلمك يا بوي يا والدي تاني مرة متتهورش وتقتل التعبان حارس ده هو اللي كان حارس المنظرة بس كده والدعبس عليها يا حج اتكلف الجديم ليه؟ انت مالك انت اهد ولا ابني؟ كانت منظرة ابوك وانا مش عارف لا منظرة ابوك وانا عارفة بس الله يرحب وكانش ابوك وحدك كان ابو جوزي كمان اخوك جاي تضيع حاجه ليه انت فاكرا انك صاحبة بيوت؟ جابيت ابوي اهده ابنيه ارمكي في الاساس واصب عليك الصبه مش حتهدتني بالكلام ده يا حج انا عارفة عارف انك جاي تحرق كل الورج الجديد وتكتب كل حاجة لعيالك لكن لا تعالي اوريك حقك انا هوريلك اللي ما كنتش عايز اوريه لأي مكروف وبشهادة الشغول انت عتعرفة اجري 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 الورج ده في كافة الحجج للاراضي والبيوت والاطيان وكافة شيء كان يملك ابوي الله يرحمه زين الدين حمزة وبصمة صبعة وهي كتب لي كل حاجة وداني كل حاجة وقال لي اخوك طاير هجاج لو جاعد وقدرت تجسريه شو يديله حاجة لكن لو ما جاعدش ملهوش في رجابتك حاجة يا والدي ده اللي عمل ابوي انا حملتي ايه اقول ابوك كتب لك كل حاجة وبيجيت ملكك لكن جدام ربنا لازم اعمل اللي علي ما طلعتش اللي ولك ده ولا كنت هطلعه إلا عند اللي زون ولا كنت هنفذ اللي فيه وقعدت مستنى اخوي زي ما انت مستنيات بالظبط ولو كان ليه حاجة عندي انا برضو اللي هدهاله لكن المحجر لا هو ولا بوه اللي هو بوي ليه هم فيه حاجة شميع كمان بصمت ابوك عليه لا ما بصمتش حد عارفة ليه لان المحجر ده شقى خمسين سنة من ايام ما كنا بنشيلوا الحجارة على الكتاف والجمال وانعيل صغير واقف جنب الخواجات مستعجب كيف عيفرت كل جبل ويقطعوه هملت الزراع والعلام وكنت اشتر واحد وجعدت جنب الخواجات اتعلم وجاب لي ما يمشو كان المحجر بتاعي الكل وقتها قالوا علي مدبوب سبت الارض الطرية وروحت للحجر الجاسي من الحجر انا عملت فلوس وفتحت بيوت وشلت الحمل في الوقت اللي جوزك نايم مستني ليدهول ابوه انا سبت المدرسة في ربعة ابتداي جوزك كمل بس ما اتعلمش مساكت العمودية قبل البلد ما تبقى نكتر هو قال لا انا مليش في حكم الناس اتعملت مع كل الملل ما فيش بلد ما روحتهاش ورا واكل عيشي وهو ما فيش بلد ما رحهاش ورا مزاجه وديك كسبتك قتغنى واحد بدرة في ناس بتعمل خدها مداس عشان الفلوس انا عملت الفلوس عشان حطها تحت رجلي واطلع عليها روح يا بدرة ورد بابك عليك هروح بس برضو حيرجع قولينا حسب داني لما يرجع هيلاقي ايدي قبل ايدك وحناني قبل حنانك انتي مش بستنياه ولا حاجة هرم عليك كل هذا مش بستنياه انتي مستنياه راجل وفلوس وحقوق في دماغك لكن انا مستنى اخويا ودي فرجها كبير جاو يا بدرة روحي ايه؟ كي يهد المندرة الجديمة؟ ليه اخو غايب واختي لسه عايشة؟ ليه كده يا محمد؟ خلاص؟ اعتبرتنا مدنى؟ ايه دقابة الناس؟ اكيد في دماغه حاجة في دماغه اللي في دماغه؟ من درتابوي ما تتهدشتول ما انا عايشة يا اتى رحيد رايحة في الناس؟ اسكت انت انا واخوي نصطفي مع بعض ملكش دعوانت شكرين شكرين يا بيت الناس نصطفي مع بعض شكرين شكرين ملكش دعوانت شكرين شكرين ملكش دعوانت لو هديتها هجاطعك ليوم الدين فاهم مش هتخلت بالتاني ياه يا توحيد وهون عليك زي ما هونت عليك أنا واخوك وموتنا وإحنا لسه عايشين ليه بس يا بنت أبوي ده أنت الغالية غالية غالية جوي ليه بس الدموع دي انت عارفه أنا مقدرش على دموع المنظرة دي هي اللي فضلنا من ريحة القدام ريحة القدام في قلوبنا لكن المنظرة القديمة دلوك ما فيهاش غير سحالي وطراب وبروس والنهار ده وجع عمود منها أنهي فيه الشرقي وتعبان عض فيها جودة يا حبيبي يا ولدي ما سمعتش بس برضو ما تهدهاش سبها خرابة وما تهدهاش توحيد أنا هدها عشان أبنيها أحسن من الأول سب بطابوك وابني زي ما أنت عايز أسيبه لمن؟ ما أنت لو هتقعد فيها أسيبها لكن زي ما قلت لي ما فيهاش غير دبيب وأزر ليه بس؟ خلاص لو هاتيه الده اديني الباب من عينيه لك الباب والبيت الجديد كله بس ليه الباب يعني؟ على أساس انخرب بطابوك خد لك منه جالب الحاجة توحيد تحكت فيش خراب يا خولي طول ما حسك في الدنيا هتعمل إيه بالباب؟ أهو هاخده وخلاص أبص له كل يوم أتملى منه عنديش عايلة ورسوله غالي والطلب رخيص سيد عامل إيه؟ شندلت باله لما جلي زجيت وجيت قبل ما تروح الباب هيكون عندك بس صالح سيد يا رجل عصيل عارفة حاضر يا محمد سلام عليكم مع السلامة يا ستي المنات مع السلامة